اريد اتكلم مع احداتكم في المشكلة الزوج اللي اتجاوز على مراته بعد سبعة تلاتين سنة زي ما اشتكت الستة الفاضلة لمشاهدها الكريمة وسبها بعد سبعة ودلاتين سنة وراح اتجاوز عليها لانها كانت عيانة وكانت تعبانة وطبعا وبعدين دلوقتي بتقول لك رضيت يعني رضيت ان هو يتجاوز عليها ما فيش مشكلة في هذه المسألة لكن هي طبعا بقاله شهر ما بيسألش عليها يعني بروح يبات عند مراته التانية بس او هي بتجيله زي ما الحاجة بتقول ومش عارفة تعمل ايه وتصرف ازاي حكم الدين في هذا الزوج هذا الزوج طبعا انصح ما تقوله هدي الستة هو قاسم شرع المفروض يعني اللي اتجاوز اتنين ده اتجاوز اتنين ما فيش مشكلة عايز بظروفة لكن لابد من العدل بين الاثنين لابد من العدل العدل في ايه؟ العدل في النفقة العدل في الكسوة العدل في المبيت لو بات عن دي ليه لا لازم يبات عند التانية ليله وسيد النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا في الحديث الصحيح يا جماعة من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما ايه؟ جزاوة عند ربنا سبحانه وتعالى من تزوج من امرأتين فلم يعدل بينهما جاء في يوم القيامة واحدى شقيه مائل لان العدل بين الزوجات مطلوب لو جاب لديه جلبية يجيب لديه جلبية هذا هو الذي يرضي الله في هذه المسألة معنا من؟